مواقع الدولية بتتكلم ازاي عن الجايزة الخاصة اللي حترشح لها محمد صلاح ضمن التلاتة ضمن القائمة من الأسماء التلاتة اللي هو محمد صلاح ورونالدو ومودريتش ازاي المواقع بتتكلم اللافت جدا انه طبعا فيه احتفاء كبير جدا بالتلاتة فيه احتفال واحتفاء بالأسماء التلاتة وكل اسم عاملين له بقى دلوقتي ملف وكل ملف فيه الانجازات الخاصة باللاعب على مستوى السنة اللي فاتت على مستوى المواسم الرياضية بالتحديد طبعا فيه مرتبط بأوروبا المسألة مالهاش علاقة قوي بكاس العالم على حسب ما نفهمت يعني فيه فريق اسمه فريق ميسي في الصحافة الغربية فريق ميسي ده من النقاد اللي هما يعني بيبقوا منحزين جدا ومتحمسين جدا لميسي وكلهم بيهجموا الفيفا لانه ميسي ما دخلش الشورتليست او ما دخلش القائمة المختصرة الخاصة بالتراشح للجايزة دي وقعدوا بقى يعني ايه بيقولوا انه والله لا يظهر ان انتوا عملتوا الجايزة دي في الفيفا لكل من هو افضل بعد ميسي ففيه نوع من الصدمة بعدم وجود ميسي في الجايزة لكن فيه نوع من الاحتفاء زي ما قلت لحضراتكم وهنا بقى بتكلم عن المستوى المصري كل الزملاء وصحابي والناس اللي بيتكلموا عن تاريخ الكروي في مصر دلوقتي متأكدين انه احنا عندنا مرحلة جديدة في تاريخ الكروي في مصر بيكتبها محمد صلاح ومش بس طبعا التاريخ الكروي المصري كمان التاريخ الكروي الدولي لانه محمد صلاح ده الاول مرة بتحصل النهاردة الناس كابلت تقول احنا كنا دايما نتمنى نشوف اسم من اسماء المصرية في اي لحظة من اللحظات معدي من قدام الجواز دي فيبقى عندنا شاب مصري ناجح قدر ان هو يوصل لمستوى عالي جدا من التميز والتفوق بمجهوده في الحقيقة علشان يقدر يبقى ضمن الموجودين في الاسماء التلاتة للأفضل هي جايزة اسمها الأفضل في العالم الجايزة دي مصممة بشكل دقيق جدا حلو جدا يعني فيها الرمز بتاعها رمز الكورة اللي هي اتلعب بيها اول كاس عالم في تاريخ اللعبة في تاريخ الرياضة كلها اللي هو اتلعب 1930 بتاعي في أورو جواي دي الصفحة الخاصة بإعلان الفيفا للمرشحين اللي هم محمد صلاح ورونالدو ومودريتش لوكا مودريتش زي ما بقول لحضراتكم اشتركوا في القناة